أقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله جلسة مباحثات مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية وذلك في قصر الصخير هذا اليوم هذا ورحب جلالة الملك المعظم بأخيه جلالة العاهل الأردني وبزيرته للمملكة وأكد على عمق العلاقات البحرينية الأردنية التي تجسد تاريخا طويلا من التفاهم والتنسيق المثمر على المستويين الرسمي والشعبي واستعرض للعاهل نوجه العلاقات الثنائية الوثيقة وسبول دعم وتعزيز مسارات التعاون الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات وأعربا عن اعتزازهما بأواصر العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكتين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على تطويرها وتوسيع فاقها بما يعزز مصالحهم المتبادلة وثمن جلالة الملك المعظم الدورة المحورية الذي يطلع به الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قاضاياها العادلة على رأسها القضية الفلسطينية والدفع بجهود السلام في المنطقة كما بحث الجانبان التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب تبادل وجهات النظر بشان الأوضاع الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية وفي مقدمتها مستجدات الأحداث المتعلقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة وشدد جلالتهما على أولوية حماية أرواح المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع وعلى همية عدم عاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك وضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد آفاق سياسية واضحة للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي لما فيه مصلحة جميع الشعوب وأكد ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية ومنع التهجير القسري لأهالي قطاع غزة من أرضهم ووقف التصعيد وإيجاد وفاق بالوفق سياسي للوصول إلى السلام الدائم والعادل والشامل لصالح دول المنطقة وشعوبها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية كما أكد حرصهما على التنسيق والتشاور المستمر تحقيقا لمصلحة البلدين وخدمة القضايا العربية والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمية وحضر جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من استمرار تدهر الأوضاع في قطاع غزة مجددا التأكيد على ضرورة إيجاد آفاق سياسية للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين كما شدد جلالته على أن فك الحصار عن قطاع غزة ضرورة قصوى للحد من تدهر الوضع الإنساني في القطاع مثمنا جهود البلدين المبدولة في سبيل وقف الحرب على غزة وعرب جلالة العاهل الأردني عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مؤكدا على الروابط التاريخية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين والمكان المتميز والتقدير الذي تحظى به مملكة البحرين لدى الأردن وقيادته وشعبه ترجمة نانسي قنقر